السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصعد الله وقاتكم بكل خير مرحبا بكم لأول مرة زوري نقولكم مرحبا نورتوني وشرفتوني لا تنسو نشب دعم القناة لايك واشتراك والتفعيل الجرس بحي يوصلكم كل جديد وكما سمعتو موضوعنا لليوم على الخطاب طلعيس جمهورية لديرو البارح هدل على عدة نقاط طبعا رح نترقو لها ان شاء الله بس الاهم ليهمنا اكتر اكتر هو يعني رفع الاجور طبعا رفع الاجور اللي هدر عليها سيد الرئيس البارح النسبة تحت لها تخمسين بالمياه اللي تبدأ من افاق ان شاء الله الفين وستة وعشرين اطول لربي في العمور قلو امين يا ربي اللي حتوصل ان شاء الله مياه بالمياه يعني مجمل الزيادات الاولى اللي كانت اللي بلغت سبعة وربعين بالمياه يعني كاملة رح تكون مع بعض يعني تلاتة وخمسين وسبعة وربعين بالمياه هذو الزيادات انتع العوام هذي كامل كيفاش يعني نسبة تلاتة وخمسين بالمياه وكيفاش رح تكون طبعا شهرية تعكم الرئيس قال باللي رح نزيد نرفع نسبة من سبعة وربعين كما قال حتى تلاتة وخمسين وتوصل ان شاء الله المياه بالمياه كما تعرفوا رئيس الجمهوري على ناجد تبون صرح قبل ان الاجور رح يرفعها الى سبعة وربعين بالمياه البارح قال نكمل نرفحها الى ثلات وخمسين بالمياه هنا يعني وش يقصد يعني يقصد الشهرية تعكم القديمة اللي كانت طوال السنوات اللي بدأوا الزيادات تحها من 2021 2022 وبيحولون ان شاء الله 2026 رح ترتفع الى 100% يعني من سنة 2021 حتى 2026 هذه السنوات كامل رح تكون فيها الزيادة وتوصل 100% رح نفهمكم بالتفصيل ابقوا معايا فقط يعني الناس مثلا اللي كانت تخلص شهريتها من القديمة عفوا اللي كان يخلصوا 3 ملايين مثلا في 2024 يعني بعد التخفيض تعليق والزيادات هذه اللي تعرفوها والنقطة الاستدلالية الى اخره لحظة زيادة الاجور الى تعال الاجر هذا كي يوالي 4 ملايين وربعمائة يعني 44.100 دينار جزائري 4 ملايين وربعمائة وعشالة هذه الزيادة طبعا خاصة بالزيادة تاع 47% عابقوا معاي عكم مركزين سيد الرئيس الجمهورية قال نكملها حتى 53% ونوصلها لمية بالمية عليش من 2021 حتى 2026 اللي راح توصل مية بالمية نفرضو مثلا اعطاكم مثال باش توضح لكم اكتر ليوخرص مثلا 3 ملايين وسبعمائة دينار جزائي في هذا العام يعني 2024 بعد زيادات قال على رئيس الجمهورية اللي كان 47% راح يدولي الشهرية تاعو 5 ملايين وربعمائة وتسعة وتلاثين الف وفي عام 2026 ان شاء الله ياربي يطولكم في العمار ان شاء الله راح يدولي يدي ان شاء الله 7 ملايين وربعمائة دينار جزائري حتى الناس اللي تخص لبريم دروند مو هادوك راح يزيدوهم اكيد والمرضودي تاني راح ترتفع مثلا اللي كان يدي زوج سيدة رئيس تاني وعد وصرح بان 2024 ان شاء الله حتى 2027 راح يكمل رفع العجور كما قلت لكم 100% يعني شهريتكم اللي كان تتقاضى في 2021 و 2022 و العوام هذه بحلول حتى 2026 ستتفع كما قلت 100% ان شاء الله ربي يفرحكم بها ان شاء الله ربي يطول لكم في العمار كذا ما نقوله هو مهدرش على المتقاعدين بهن هو مهدر على الناس فقط لرفع الأجور التحم حاجة ثانية النسبة هذه ما تكون على دفعة واحدة بهن تفهم و رح تكون على دفعة كما كانت السنوات يفات كل عام يزد ذلك النسبة طبعا 2026 رح يكون الرات بتاعك هذا طبعا مع الزيادة هذي دا ستنزاد هتكون عام راح يعني 2024 فيها زيادة و 2025 فيها زيادة و 2026 فيها زيادة و 2027 فيها زيادة يعني هروح نزاد نفهم كمشوي و اش نديرو تقسيم نقسم النسبة عن هذه 50% على ثلاثة ثلاثة مثلا ثلاثة هذي على 2025 في 26 و 2027 النتيجة نلقاها نلقى 15% على الاقل يعني راح تكون ما بين 15% و 20% يعني العدد محصور ما بين هذه النسبتين و اذا قسمنا النسبة كذلك مثلا نعطي مثلا اذا قسمنا نسبة 53% على 4 سنوات اللي هي 2024 2025 2026 2027 نلقى الحاصل تحم 13% هذا طبعا بالتقريف فقط طبعا يعني تكون في هذا في هذا في هذه النسبة هذي هي طبعا هذه اللقات اللي جاء بها التصريح سيد الرئيس وكذلك هدرا على حواج اخرى كثيرة منها قال باللي انه النادج الداخلي الخام العام 2026 ان شاء الله على اقصى تقدير حيكون 4 مليات مليار دولار نسبة للنمو ويتم محافظة عليه هو طبعا ينقل باللي نسبة رهي 4.2% سر ارتفاع الميزانية هو التوظيف واطلاق مشاريع كبرى في الاشغال العمومية والمياه والخطاعات اخرى وهذا اللي نتمنو نتمنو التوظيف لشباب والبناتنا نتمنو كذلك رفع القدرة الشرائية حسن نرى القدرة الشرائية لان انا بالنسبة ليا انا كتزيد الزيادات هذه القدرة الشرائية تبقى مرتفعة بزاف على هذا الموظف يعني كشغول ما نتمنى نتمنى القدرة الشرائية تتحسن حتى لو كان يده 3 ملايين تكون قدرة الشرائية مليحة يقدر هذا انسان من 3 ملايين يعيش لكن اذا زدنا في الوجور القدرة الشرائية يعني فوق طاقة هذا الموظف والمتقاعد رأي بزاف ما يعند حتى طبعا نعمل على انزال نسبة التضخم اللي هي 4% كأدنى يعني هدف والاستثمار طبعا والمشاريع اللي تم اطلاق ها يعني رأي كاينة كي نقول احنا يخلموا في المشاريع هذه باش تساعد في زيادة الوجور من خلال تعزيز الانتاج كذلك وقال لك هدر على الرقمنا قال لك تعطينا نقدر نتحكم اكثر في المعطيات تعل الفلاحة كذلك هدر على ولاية بسكرة يلي تصنع المواجزات يعني انتاج خضروات رائع وتطور يعني ما كناش ننوقعه كذلك هدر على مشروع مع شريك عربي لانتاج بدرة الحليب بأضرار طبعا نقوم مائة الف راس ما شاء الله كذلك هدر على يشكر التجار وزير التجارة وكل التجار ومثليهم طبعا لجزده لتجديد الاقتصاد الجزائري على مجهوداتهم والاستقرار للسوق وهدر كذلك على الغاز انه بدأ تنسيق في بحث عن آلية جديدة بخصوص انتاج الغاز وهدر على قضايا طبعا عربية مجموش ندخل في التفاصيل المهم هدر كلام عجبني بزاف نتمنى فقط تجديد الكلام هذا على أرض الواقع ان شاء الله في أقرب أجال واذكر انه ما يحبش يخوض في أمر الترشح الرئاسيات كذلك قلت من ان شاء الله نزور الولايات هذا تزيوز وخنش لاتي سمسي لتقسنطينا باتنا طبعا هذو الولايات هو من طبيعة وقال كان أحب نزورهم وكنت متماني نزورهم من قبل وكذلك بنسبة سوية جوازات السفر للرعاية لسكنين يعني خارج الوطن قال التزمت بها منذ شهرين اللي أهم عليجات في الخطاب سيد رئيس الجمهورية عدم جيد تبون خلولي أراعكم حول هذه النقاط وهذه هي ما أبقى لنقولكم غير تحلو في رواحكم إلى فيديو آخر إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظيه مع السلامة